خاصة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم ممثلين عن كونفيدراليات أرباب العمل باستقبال لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني وفي المستهل القدم السيدة والسادة رؤساء الكونفيدراليات جزيل شكرهم لسيد الرئيس لإشراكهم في إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي متمنين له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة أداء مهامه السامية خدمة للشعب والوطن وبعد تقديم ممثلي الكونفيدراليات لعروض وفية حول وضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية أسدى سيد الرئيس التوجهات التالية ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية خاصة مع التحسن الملحوظ في الوضع الصحي مما يساعد على بحث بعث الحركية الاقتصادية لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنوعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلافة الانطلاق في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر لسنة 2021 لتحقيق زيادة تتراوح بين مليارين وثلاثة ملايير دولار وبلوغ أربعة ملايير دولار صادرات خارج المحروقات مع ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحو الدول الإفريقية واستحداث ممثليات عن البنوك والمسارف الجزائرية وأمر رئيس الجمهورية القطاع المصرفي بلعب دور أكثر فعالية لدعم الانتاج الوطني وتسهيل مأمورية المستثمرين الوطنيين القضاء على كل أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة والمعرقلة للاقتصاد الوطني العمل على رقمانة قطاع المالية على وجه الخصوص ولا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك في أقرب الأجال للوصول إلى الشفافية التامة في مختلف تعاملات وفي مسألة العقار وجه سيد الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل الحصول على العقار الضروري لتوطين الاستثمارات وخلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن وفي الختام اللح سيد الرئيس مرة أخرى على أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في بناء صناعة تنافسية وفلاحة متنوعة وقطاع خدمتي متطور يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات